السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر بقناة CP9 مادراج جاءت لكم اليوم فيديو جديد الفيديو اليوم سيكون للمحبين الجير اللي هو بيحب يعرف كل شخصية شو افضل الجير ممكن تحطوا عليها وشو افضل الجير ممكن يعطيك البوتنشل الكاملة لهي الشخصية يعني مثلا كينغ غوثر ليليا الجديدة طبعا ليليا فالنتي اسكنور المارلين كل الشخصيات هاي بس انا اليوم ما رح احكي عن كل الشخصيات لانه هيك رح يكون الفيديو ممكن مدته ساعة ولا ساعة ونص ورح يدخلكم باول الفيديو يقول لك السلام عليكم فانا اليوم رح اشرح فقط عن 10 شخصيات وهدول 10 شخصيات رح يكونوا من الشخصيات الأساسية اللي تقريبا معظم انا رح نقي 10 من اكتر شخصيات المستخدمة باللعبة وشو هلا طبعا فيه من الشخصيات هاي رح يكون اه مثلا عندهم مو نوع واحد من الجير فيه شخصيات مو عندهم نوع واحد من الجير مثل جوثر مثل ليليا ما بتقدر تقول انه هذا بنحط عليه بس هذا الجير فيك انت تحطله نوعين او ثلاث انواع او اربع انواع او whatever بس انه انا رح حاول اني اشرح اكتر شي اكتر نوع من الجير اللي هو الشائع واللي هو بيعطيك اللي فول طبعا انا رح احكي اليوم مثل ما قالت لكم 10 شخصيات حنبدأ بفالنتي فالنتي انا بالنسبة الي افضل جير ممكن تحطوا عليها هو ال HB Defense Gear و ليش خليني اشرح لكم بس ليش لانه فالنتي ما لا شخصية فالنتي شخصية مثل ما بيقولوا شو كانت هلا هي مو support نوعا ما مو 100% support مثل فيكم تقولوا ممكن utility ممكن لانه هي وظيفتها فقط هي اليونيك تبع بصراحة اني انت بس بدك فالنتي مشان اليونيك تبع تعمل decrease خاصة هلا بالميتا تبع البيرس فالنتي صارت مرغوبة اكتر واكتر شو الفكرة من فالنتي انت بدك اياها بدك انت تحاول ادما اللي ضدك رفعوا البيرس تبعا و تنزلهم اياها بالResistance تبعاك طبعا متل ما قالت لكم الجير المفضل انا بالنسبة الي لهاي الشخصية هو HB Defense والدفنس تبعا يكون على Resistance Rolls طبعا انتم متلو شايفين انا الجير اللي عندي ما في اسوأ من هيك يعني ممكن اسوأ رولات بالعالم طبعا هذا بده ريرول بس بصراحة انا ما عندي الانفلز الكافية حتى اني اشتغل على هيك هون كمان يعني ما كتير شدوا ايدكم هو المفروض هذا كله يكون Resistance اذا بدك عن جدة كونتر الميتا تبع البيرس اللي هي ديمان مليودس وليليا بدك تكون حاطة كله Resistance على هاد القير وتنسى انه يعني خلاص هذا غير لليليوم سوري فالنتي لا الكاونتر فقط للكاونتر البيرس اما انه هي بتعمل ديماج ما كتير تتوقعوا منها انه تعمل ديماج انا فالنتي اللي عندي ثلاثة من ستة اعتقد لا تنين من ستة تنين من ستة وبتعمل سبعة وخمسين الف ديماج يمكن بالجير فانا ما كتير بشد حيلي بالدماج تبها بس هي فيكم تقولوا بتبطئ البيرس تيمز بتشلوا النوعا ما طيب انا حكيت زيادة عن نزوم عنها هيمروح الشخصية اللي بعدها هي بيك دادي اسكنور طبعا هادا الشخصية ما بين مشاله الا نوع واحد بس من الجير بصراحة يعني اللي هو هاد اتاك ديفنس فول لا تقل لي بدك رول بيرس ولا تقل لي بدك شي هلا انا هون فين فين يشتغل لسه كمان على هاي وهاي تبعاته وهون كمان لسه ناقصني شوي من هون وهون بس اسكنور بس اتاك ديفنس اي شي تاني على اسكنور حيروح من القدرة الجبارة تبعه لاسكنور انه قمنا بس اتش بي ديفنس اتش بي ديفنس انسو الاتش بي ديفنس اتاك ديفنس لايليا بس تجي على لايليا ليا فيكم تقولوا الى تقريبا ثلاث انواع من الجير بس تقولوا ثلاث انواع لأسف بعد ما خلصت الفيديو راحت بدي اعمل ريرول لهاي ممكن او هاي كانت عليها بيرس بدي اعمل لها ريرول اما اعطتني 2.8 اتاك انا هادا صرت بمواضي له لقلكم شن انواع الجير اللي بيحطوا على اليلي في ناس بيمشوا عليها اتاك ديفنس بس هدول يعني هلأ اعتقد خارج المتا تبع البييرس ممكن تقدر تمشي عليها اتاك ديفنس انه هي بتصير ممكن تستخدمها كيوتليتي كاراكتر اكتر ما كسابورت كاراكتر يعني انت بتصير تستخدمها انه الي kits ден Precis يمو بس وظيفته انه يساعد التيم تبعك ليعمل الشي مثل مثلا جوتر جوتر بيعتبر هاتي لانه هو وظيفته شبه انه بس يساعد التيم صح الالتي توضب له حلوه ورائع وكلشي بس بنفس الوقت لكن لو يعمل لالتي باساعد التيم تبعك انه يظل عايش لانه ما هيكل الالتي توضدي لو ضده، انا امرا ح الافت بيش ت substrate لما تكون انت عم تستخدمها ابتماد تاني كيوتيلتي انك انت تشيل الالتيمت تبعلي ضدك تضربهم بالالتي تبعك تعمل عليهم دميج بيمشوا عليها اتاك ديفنس بس لحنا هلا بالميتا اللي عنا خاصة انه اسكانورد كتير شائع عنا بالميتا فانت بتمشي عليها اتش بي ديفنس ليش لانه انت بدك اياها سابورت يونيت ما بدك اياها يوتيلتي انت بدك اياها لتضل عايشة مشان تعطي الباسيف تبعها نحن نورجيكم الباسيف خمسين بالمية من البيرس تبعها بتعطيه للتيم كله انتو بدكم اياها كسابورت مشان تعطي الباسيف تبعها للتيم كله مشان تيم يعمل دميج اللي هنه دي من مليوداس يعني مشان هيك انا عمقول اتش بي ديفنس بس هون بنجي على النقطة التانية انا الغلطة تبعي هلا هو نوعا ما غلطة ونوعا ما مغلطة هي بما انه انت عم تستخدمها كسابورت بدك كمان الهيل تبعه هاي نقطة ولهيل تبع بعتمد على الاتاك تبعه fake افضل خيار حالي ان تحطر له اا اا اي اوChat oleh 피اريس بصراحه اا 10 بالمية هون و 5 بالمية هون بصراحه كثير غلط انا بيعترف لكم انه انا هذا الشي غلطان فيه بس المشكلة انه بس اجيnox لهم بدي اعمل كل ما اجي بدي شيل واحدة من الاتاكات بتعطيني اتاك اعلى منه فبصراحة قلبي عم ينحرق عليهم لهذه الاتاكات اني شيلهم فشكلي شو هاعمل انا هاغمض عيوني شغل هاي حط على البيرس وروح وبس ارجع شوف بقاتش عططني بيرس هذا الحل الوحيد لاني انا اني شوف دامي هاي عم تنشال ولا هاي هدول مرح شيلهم انا بلكم مية بالمية هدول تنتين مرح شيل هاي وهاي بس لما شيلهم ازا مو ثلاثة بالمية اتاك والله مبارك المهم انه الافضل الافضل اللي بده يبني الجير تبع ليليا هلا ازا عندك دامن مليوداس ابني كله بيرس كله ما تحط شي اتاك ولا ازا طلع لك 3 بالمية اتاك خلص امرك لالله شو دك تعمل بس ازا ما اطلع لك خليهم كلهم بيرس واللي ما عنده دامن مليوداس لا حط اتاك و بيرس مو مشكلة لانه ازا ما عندك دامن مليوداس بدك الاتاك هذا مشان تهيل هاي وطبعا قلتلكم هاي هلا هي النوعين نوع اتش بي ديفنس مع بيرس نوع اتش بي ديفنس مع اتاك نوع اتش بي ديفنس مع بيرس و اتاك و نوع اتاك ديفنس اربع انواع في منا لالليليا مو ثلاث انواع بنجي للشخصية الرابع لي هو ديمن مليوداس ديمن مليوداس لا تفكروا باي شي غير البيرس طبعا انا بحكي لكم هيك بتشوفوا عندي شوفوا ما فيني احكي شي يعني هاي ما فيني غيره بنجي لهون هاي ما هي غيره بس هدول الثلاثة هدول الثلاثة ممكن هلا مليوداس انا بصراحة بحس انه الاتاك عليه مال وطعمه لانه اذا بتطلعوا على سبيشالاته واحدة بتعمل بيرس و واحدة بتعمل كوروجين اللي هي ما بتحتاج الاتاك اساسا ولا التبعه اللي بتعمل ويك بوينت فانت الاتاك اللي بتحطه على مليوداس هو بتحطه فقط مشان تاخد السي سي الزايد يعني انا لو لا الاتاك عم يطلع لي عالي وانا زنمي ضعيف ضعيف لارادة وبحب السي سي كنت المفروض تحطهم كلاتهم بيرس بس لما واحد يسألني شو احسن جير ممكن تحطه على مليوداس بقلك اتاك ديفنس بيرس رولز يعني بيرس سكندري ستاتس مروح الشخصية الخامسة اللي هو ارثر ارثر في كتير ناس بيستخدمه بالنسبة لي انا باعتقد انه ارثر ممكن ياخد نوعين من الجير على حسب موقعه موقعه بالتيم اذا انت تحطه بالسب احط عليه اتش بي ديفنس ليش؟ مشان يعطيك سي سي زيادة وهو ما رح يكون موجود بالساحل حتى يعمل هالدماج اذا انت تحطه بالوش احط عليه اتاك ديفنس طبعا اتاك ديفنس رولات كلها تكون اتاك مروح شخصية السادسة انا رح اسكب على هدول وروح على مارلين مارلين اه مشان هاي بتحط الله اتاك ديفنس مشان البرفكت كيوب تبعها اللي بيعتمد على الاتاك تبعها وهي بدك عليها شوية اتاك زيادة مشان تقدر تشيل الالتميت وتعمل شوية داماج بس بصراحة انا اخر فترة بما انه مارلين عندي معظم الوقت بالسب بس بكلت الحالتين بس بكلت الحالتين تحط عليها اتاك ديفنس مشان تزود لي السيسي بصراحة ما كتير حسيت بالفرق بين الاتاك ديفنس و الاتش بي ديفنس اللي اكون سادق معكم فمارلين هون يعني انت وزوءك انت بتحب الاتاك تحط له اتاك ديفنس بتحب السيسي زايد بالتيم بتحط له اتش بي ديفنس بس بكلت الحالتين مارلين مرح يكون تأثيرها اضعف اذا كان عليها اتش بي ديفنس يعني مو اضعف شكل واضح لما عملت الالتيمت فيها فرقت معي لما كانت عليها اتش بي ديفنس وعملت الالتيمت فرقت معي من ناحية الدماج بس حتى الدماج اللي عملته مكان ضعيف كتير فانا ما يعني اذا انت عندك سيت اتاك ديفنس حلو حطه على مارلين اذا ما عندك و بدك سيسي زيادة حط عليها اتش بي ديفنس بنروح للشخصية السادسة اللي هي هاوزر هاوزر اعطيك اليوم انا كنت شايف واحد اعتقد ممكن على اليوتيوب ولا مدر الوين هذا الزلمة بس كمان زيادة عن لزوم ويل ممكن نصيحته ما تفيد الكل بس هاوزر ممكن تمشوا عليه بلدين البلد الاول اتاك ديفنس مع بيرس رولز اللي هو هون يكون كله بيرس طبعا هدول انسوهم انسوه اه البلد التاني يكون اتاك ليش ? لانو عنده سيفر على هاي اللي هي دبل كريت تشانس اه اذا عندك انت كريت داماج علي غير مع الاتاك فانت بالاتاك غير مع البيرس بتستفاد من سكيل الاولى اللي هي الريزنج ستورم وبالكريد دماج تستفاد من السوبر سايكلون فهذا هو اللي يأخذ الخطوة الزائدة هي الخطوة الأخيرة بيعمل هاي الحركة إذا أريدك أنت الحركة الشائعة اللي هي الاتاك ديفنس كمان منيحة بس شوفوا الاتاك كريد دماج أنا ما بقول إنه هو شي سيئ ليش؟ لأنه فيه شخصيات كتير بتستفاد من الاتاك كريد دماج مثل الكينج الأخضر وبالمستقبل حيكون لوستفين مليودس بيستفاد من اتاك كريد دماج أنا هيك شفت فيه ناس باليوتيوب حكي عن البيلد هذا اتاك كريد دماج حلو عليه للوستفين ممكن ديمون مليودس يستفاد من اتاك كريد دماج أعتقد لأنه هو الكريد شانس تبعه عالية ديمون مليودس أعتقد فوز ستين يمكن ولا أنا عم بخبس ممكن اتاك كريد دماج يزبط عليه إذا عندكم السيت بس هاوزر يعني بشكل عام أهم شي يكون عليه بالجير هذا بيرس رولز إذا بدك الفول بوتنشل تبع هاوزر نروح للشخصية السابعة المفروض مفروض لحنا بالشخصية السابعة نروح على غوثر الأحمر غوثر الأحمر بينماشى عليه ثلاثة ستات اعتقد بينماشى عليه اتاك ديفنس إذا انت بدك اياه للشخصية هلا أنا بقول اتاك ديفنس على غوثر أحسن مكان انك انت تعملها الحركة إذا كان غوثر تبعك الالتي تبعه ستة من ستة غير هيك انا ما كتير بشوفه انه مناسبة انه غوثر يكون عنده اتاك ديفنس ليش؟ لانه مثل ما قالت لكم غوثر يوتلتي كاركتر شخصية مساعدة مو مساعدة شخصية بتاع عزز قدرات الشخصيات الباقية اذا انت تحاطط له اتاك ديفنس وهو كان شخصية عندك للدامج الالتي متبعه قوية وعليه بوند على اسوسياشن كينج فالالتي تبعه هتكون سفاحة يعني يكون مع كينج كومبايند وعليه اتاك ديفنس هيعمل فرق كبير وهيعمل دامج خرافي خاصة اذا كان فيه كامستاك على الباسيف تبعه فممكن ينفع عليه اتاك ديفنس كتير بس الافضل اللي هي الاتش بي ديفنس لانه هوا متل ما لديكم يوتيليتي واليوتيليتي دايما بدك ايضاع العائش والبلد الثالث اللي هو تريبل ديفنس اجت فترة كتير طويلة صاروا الناس يعملوا لتريبل ديفنس خاصة مع اه رزيستنس على هدول اتنين معظم الأحيان يصبح ضرباته يجوا عليه بيشنس لما غوثر إذا ما بتعفوه اليونيك تبعه وإذا ما أكل دمج بهاي اللفة اللفة اللي بعدها هيشتغل الباسيف تبعه يعطي 10% أتاك لكل التيم وممكن توصل إلى خمس ستاكات يعني 50% أتاك فبعض الضربات اللي هي بتكون اي او اي ممكن ما تعمل عليه دمج لغوثر ويعمل له بيشنس فساعتها التريبل ديفنس كتير كتير تجي مفيدة بس معظم البلدات اللي أنا شفتها على غوثر اتاك اتش بي ديفنس إلا الويلز ممكن يعملوا اتاك ديفنس إذا كانوا معتبرينه بيكون 6-6 عندهم واتاك ديفنس تبعه مسفاح مروح الشخصية الثامنة اللي هو شخصيتي المفضلة كينغ الأزرق كينغ الأزرق أحسن شي ممكن تمشي عليه اللي هو الاتاك اتش بي ديفنس حتى لو كنت عندك الالتيمت تبعه 6-6 اتاك ديفنس لأنه الالتيمت تبعه ignores resistance وبتتأثر طبعا بالاتاك بس أنا بلاقي كينغ أحسن شي عليه اتش بي ديفنس لأنه كينغ هو support character زائد نوكر يعني كينغ تبعك بدك يضل عايش بأكبر قدر ممكن خاصة بعد اليونيك تبعه اللي هي بتعطي 8% basic stats يعني كلما كان اتش بيه أعلى كلمة اليونيك تبعه بتعطيه اتش بي زيادة مشان يضل عايش لأنه اسكنور بأعتقد كلادكم تعرفوا اسكنور شو بيعمل بكينغ أول ما يشوفه بيضرب وضربتين بيمحي فأنت بدك كينغ يضل عايش لأنه إذا كينغ ضل عايش فيك تعمل petrify فيك تعمل heal فيك تعمل ultimate اللي هي نوك فأحسن سيت ممكن تمشي عاي كينغ اللي هو اتش بي ديفنس بنروح للشخصية التاسعة مين نحكي نحكي شخصية رئيسية Heelbrum Heelbrum attack defense بدون أي مناقشة Attack defense حتى secondary stats كله attack Heelbrum عندك شخصية نوك بشكل مطبيعي السبيشالات تبعاته مع أني ملعبت فترة طويلة كتير بHeelbrum بس جدا جدا أنا بحب السبيشالات تبعات Heelbrum بحسه من أقوى الشخصيات لو لا عنده مشكلة CC تبعه CC تبعه منخفض نوعا ما بصراحة Heelbrum من أقوى الشخصيات مع attack defense مع التى 6 من 6 سفاح خاصة ضد المونو ريد وقت المونو ريد صاشا ban الأخضر attack defense طبيعي جدا attack defense إنه ban هو نوكر كمان ونحن نتدمج أعتقد صاروا 10 شخصيات لأنا حكيت عنهم والتسعة طيب نحكي عن شخصية زيادة Jericho ولا مين ولا ما بعرف على مين أحكي هلها دول الشخصيات لأنا بستخدمه بشكل عام هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا كل ما تستخدم سبيشال وفيك تمشي عليها تربل كرد داميج وهذا البيلد اللي بيعتبره كتير بيلد جميل اللي كنا نستخدمه لحنا الجلد بوس وستخدمناها بعض الوقت بالجري ديمان بس جيريكو اذا انت بدك تفكر تلعب فيها بي ذي بي انا بقول اتاك ديفنس بصراحة لالبي ذي بي لانه جيريكو كتير ضعيف في الديفنس تبعها ورزيستنس تبعها بزاعل اداعش احسن شي مشان البي في بي اتاك ديفنس البي في اي ممكن يمشي معاك الاتاك كرد داميج والتربل كرد داميج فبس هيك دول الشخصيات العشرة اعتقد دول اكتر شخصيات شائعة باللعبة وما بيحتاج ان اشرح اكتر من هيك عن شخصيات تانية طبعا شخصيات المساعدة احكي لكم بشكل عام شخصيات المساعدة اذا بدكم مشان سي سي حطوا لهم اتش بي ديفنس اذا بدكم مشان الستات اللي معين سواء كان اتش بي او اتاك او ديفنس حطوا له يا اتش بي ديفنس يا اتاك ديفنس يا تربل ديفنس حسب الشي اللي انتوبتكم اياه بس اكتر شي حيعطيكم سي 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 اللي هو الاتش بي ديفنس فبس هذا هو كان الفيديو طبعا اليوم ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو في شخصيات معينة ببالكم انتوبتكم تعرفوا شو الجير اللي بتحطوا عليها اكتبوا لي تحت بالكومنتات و اذا عجبكم المحتوى تبع القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولايك والشير شوفكم على خير اشتركوا في القناة